الزمن لا ينتظر المترددين والمتقاعسون عن تحقيق أهداف ومصالح شعوبهم سيسبقهم غيرهم بما يقطع عليهم الطريق مشروع جديد أعلنت عنه السعودية والهند والولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودالهي تحت اسم الممرات الخضراء مشروع بحسب كلمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وجهود تطوير الطاقة النظيفة وتيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهايدروجين النظيف عبر أسلاك وخطوط أنابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ بين الدول المشاركة في هذا المشروع وبحسب خريطة المشروع فإن تلك الممرات الخضراء ستبدأ بحريا من الهند إلى موانئ دبي في الإمارات ثم عبر السكك الحديدية في الأراضي السعودية ثم الأردن وصولا إلى ميناء حيفا في إسرائيل ثم عبر البحر إلى اليونان ومنها إلى باقي الدول الأوروبية الأمر الذي قد يجعل من المشروع بديلا لمشروع طريق التنمية الذي دار الحديث عن تنفيذه في العراق بدءا من ميناء الفاو الكبير في البصرة مرورا بالأراضي العراقية إلى تركيا ومنها إلى باقي دول أوروبا اللافت بحسب مراقبين أن الحديث عن مشروع طريق التنمية في العراق يعود إلى عشرينات القرن الماضي إلا أن معوقات عديدة داخلية وإقليمية ودولية حالت دون إكماله في ذلك الوقت ثم جاء الاحتلال الأمريكي وحكوماته المتعاقبة التي أهملت تنويع مصادر الدخل واعتمدت على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل القومي للعراق ثم لما أعلنت توجهها نحو تنفيذ المشروع كان الزمن قد تجاوزها بمشروعات عديدة إقليمية ودولية قد تمثل بدائل اقتصادية أكثر ربحية للدول المستفيدة منها ما يؤكد أن الفساد والفشل وجهان لعملة واحدة تمثلها حكومات المنطقة الخضراء في العراق ترجمة نانسي قنقر